في إطار الجهود المبذولة لوزارة الأشغال تفقد الوكيل المساعدة الطرق المهندس أحمد التاجر صباح اليوم عددا من الموقع والشوارع الرئيسية منها شارع الشيخ جابر الصباح وشارع القدس وشارع ولي العهد وذلك اللي طلع على الجهود للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بهدف الحفاظ على أنسيابية الحركة المرورية بما يضمن سلامة الشوارع الرئيسية والأنفاق في مختلف محافظات مملكة البحرين وفي مختلف المناطق ونرى المشاهد التي تبين تكاتف الجهود الوطنية الدعوبة من سواعد الجهة العكفة حيث يواصل فريق طوارئ الأمطار سحبا تجمعات المياه وتنويه وزارة الأشغال بضرورة عدم فتح أقطية غرف تفتيش الصرف الصحي واثناء خطول الأمطار وذلك لتجنب ارتداد مياه الصرف الصحي كما تؤكد الوزارة على ضرورة عدم رمي المخلفات في شبكة مياه الأمطار تفاديا لانسددها